في كندا عثر على رفات مائة وخمسة عشر طفلا في أرض تابعة لمدرسة داخلية سابقة أنشأت قبل أكثر من قرن لدمج السكان الأصليين للبلاد وفق ما أعلن مصادر محلية وقد ذكرت مصادر من السكان المحليين في بيان تناقلت وسائل إعلام أن بعضهم لم يتجاوز التالت وصفة الأمر بأنه خسارة لا يمكن تصورها كما أن أحد الخبراء استخدم رادارا قادرا على اختراق الأرض لتأكيد وجود رفات التلامذة الذين التحقوا بالمدرسة بالقرب من كاملوبس في كولومبيا البريطانية